موسيقى غرفة الأخبار من سكاينيوز عربية مع يوسف الشريف وسامي قاسمي أهلا بكم إلى غرفة الأخبار ونتابع فيها ضربات أمريكية في سوريا إرضاءً لألقرة إسرائيل وسياسة هدم المنازل كيف تكسب المزيد من الأعداء وفي الملف الخاص النساء في لبنان والبحث عن مقعد في البرلمان عندما بدأت تركيا عملياتها العسكرية شمال سوريا دعماً للمعارضة السورية توقعت التحليلات أن يكون الجيش التركي في مهمة سهلة فهو عضو في النيتو ويتمتع بقوة نارية عالية مدعومة بخبرة عسكرية معتبرة لكن مع مرور الوقت بدأ أن التقدم الذي أحرزته المعارضة السورية بالدعم التركي لم يؤثر على تصميم داعش على التمسك ببلدة الباب عندها جاء الطلب التركي من الولايات المتحدة بالتدخل للمساعدة لكن واشنطن لم تقدم ما تتمناه أنقرة فوصل الأمر بتركيا إلى التهديد بإغلاق قاعدة إنجرلك بل أن أردغان تحدث عالناً عن تخاذل أمريكي مع الصديق ودعم للإرهاب لكن قبل يومين من مغادرة أوباما قرر سلاح الجو الأمريكي إرضاء الحليف التركي ولو بصورة رمزية مدينة الباب لم تتعرض فقط لنيران الولايات المتحدة بل كانت هدفاً لغارات روسية تركية هي الأولى التي تتم بالتنسيق مع دمشق وفق ما قالت وزارة الدفاع الروسية يبدو أن التقارب بين روسيا وتركيا تحول إلى تنسيق عسكري على أعلى مستوى ها هي روسيا تعلن عن أول عملية عسكرية جوية مشتركة في سوريا ضد معاقل داعش في الباب التدخل العسكري الروسي لصالح تركيا يعزز التحالف بين البلدين ويعد اعترافاً روسياً بشرعية الدور التركي شمال سوريا اللفت أيضاً أن الضربات الجوية الروسية على الباب تتزامن مع بدء القوات الأمريكية تنفيذ غارات جوية داعمة لعملية درع الفرات والتي تقودها تركيا في الشمال السوري إذن روسيا والولايات المتحدة تستجيبان لدعوات أنقرة التي طلبت مساعدة عسكرية منهما طلب أنقرة دعماً أمريكياً وروسياً جاء بعد أسابيع من خوض القوات التركية وفصائل سورية مسلحة معركة ضد تنظيم داعش في الباب من دون تحقيق الكثير من النجاح كذلك وصلت أنقرة إلى قناعة بأن انتزاع هذه المدينة من داعش ليس سهلاً كما كان الحال في مدينة جرابلوس وسيناريو الحرب طاولة المدى بات أكثر ترجيحاً أسباب عدة تقف وراء تعثر معركة الباب حتى الآن فالقوات التركية ليست معتادة على حرب العصابات والجيش التركي يعاني ارتدادات الانقلاب الفاشل وهو يخضع لإعادة هيكلة إضافة لضعف الفصائل العسكرية السورية التي تساند أنقرة في معركة الباب وكذلك ضعف ثقة الجانب التركي في تلك الفصائل العسكرية وأمام التعثر الذي تواجهه القوات التركية في الباب بات خبراء عسكريون أتراك يعتقدون بضرورة قيام أنقرة باستدارة في خطتها العسكرية وإرسال وحدات أكبر تشمل الدبابات والمدفعية وهو ما يطرح خطر تورط عسكري تركي أعمق في شمال سوريا معهد واشنطن للدراسات شرح ببعض المعلومات كيف تفاقم معركة الباب التوتر بين أمريكا وتركيا المزيد من التفاصيل حول هذا التقرير مع سامي قاسم نعم يوسف طبعا بحسب معهد واشنطن للدراسات فإنه منذ الرابع عشر من نوفمبر الماضي يتقدم الجيش التركي وفصائل من الجيش الحر نحو مدينة الباب السورية ضمن معركة درع الفرات لطرد داعش والأكراد ويقول المعهد بحلول العاشر من ديسمبر دخلت تلك القوات ضواحي المدينة الغربية واستولوا على جبل الشيخ عقيل بعدها بعشرة أيام ومع توقع القوات التركية أن هذا الجبل جبل الشيخ موقعا استراتيجيا ويجبر داعش على الفرار مثل ما حدث في جرابلس حدث العكس تماما وستطاع تنظيم المتشدد من استعادة جبل الشيخ وتمكن من قتل أربعة عشر جنديا وأسفر هجومه أيضا عن حرق تنظيم سجنين من الجيش التركي وهما حيان ونشر فيديو عن مقتلهما المروع بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وردا على هذا الهجوم هجوم داعش العنيف قامت مقاتلات تركيا في اليوم الموالي بإمطار مدينة الباب بالقذائف متسببة بمقتل 72 مدنيا وفقا لبعض التقارير وفي الرابع من يناير قال أردوغان أن هذه المعركة معركة الباب ستنتهي بسرعة وأرسل تعزيزات عسكرية إضافية قدرتها جهات صحفية بنحو 8000 جندي طبعا فسر هذا التحرك العسكري وقتها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينوي محاصرة الباب كما نشاهد هنا في هذه النقطة بناء على المدد العسكري الذي جاء كان الهدف منه هو الوصول إلى معركة الباب ومن ثم قطع خطوط اتصالها بالرقة عاصمة داعش التقرير يتسأل هل أنقرة قادرة على تجنب حدوث المزيد من الإصابات في صفوف المدنيين كما حدث قبل ذلك لتجنب مذبحة محتملة يقول معهد واشنطن الدراسات الأردوغان يحتاج إلى دقة القوة الأمريكية الجوية لضرب عناصر داعش وهذه القوة ربما لا يوفرها الحليف الروسي لكن خشية الولايات المتحدة الأمريكية بحسب التقرير هو توجه أردوغان نحو منبج حقيقة من هنا إلى منبج لدحر الأكراد وهي حليف للقوات الأمريكية وبالتالي سيحد من قدرة قوات سوريا الديمقراطية في هذه المناطق ويتوسع أكثر فأكثر إذن يبدو أن هناك أهداف مختلفة يوسف لهذه المعارك تدخل اليوم الولايات المتحدة هل هو مجرد رفع العتب أم هو لقطع طريق على التشكل ربما حلف بين روسيا وتركيا والصورة تقرأ في أكثر من وجه هل تركيا تريد مساعدة روسيا وأمريكا أم أن روسيا وأمريكا يتسابقان لخطبود أنقرة في موضوع الباب وتعقيداته على كل سنحاول فهم المشهد بشكل أفضل مع ضيفنا من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول دكتور سمير صالحة الذي دائما يشرح لنا المشهد التركي بدقة دكتور سمير أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية في غرفة الأخبار هذا الدعم المفاجئ الأمريكي الذي ظهر اليوم قبل أن نتحدث عن روسيا بعض وسائل الإعلام قبل نصف ساعة التركية قللت من أهميته من تسريبات من قيادة الأركان والخارجية قالت أنه كان قصف بطائرات بدون طيار ولأهداف محدودة أمريكية وليست تركية هل هذه عملية خطبود فعلا من أمريكا لأنقرة وهل يمكن أن تكون ناجعة أولا مساء الخير لك ولمتابعيك يعني أنا لا أظن إطلاقا أن أنقرة سترفض أو تعترض على المشاركة الأمريكية في عملية دريع الفرات في عملية الباب تحديدا هي مرحب بها لكن كما تعرف أنت أيضا المسألة سبقها توتر كبير بين البلدين لأكثر من سبب والآن واشنطن دخلت على الخط المسألة هي أولا هل هي عملية إرضاء فعلا لأنقرة مقام ما فعلته واشنطن اليوم أم أنه محاولة إرضاء لواشنطن نفسها التي شعرت أنها ابتعدت كثيرا عن أنقرة أولا مفتحت الطريق أمام كل هذا التقارب التركيا الروسي ثانيا كما تعرف لذلك لا نعرف تماما أنه هل هذه العمليات سيتبعها عمليات سريعة متلاحقة أيضا بالتنصيق مع القوات التركية أم لا هل هذا القرار هو قرار للإدارة الأمريكية الحالية أم قرار للإدارة الأمريكية القادمة أخ يوسف الأسبوع المقبل أيضا برأيه مسألة تحتاج إلى متابعة ونقاش سيد سمير حقيقة البعض يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بشن هذه الغرات إرضاءا لتركيا ورفع عتب في حال ما بقي الدعم الذي تطلبه تركيا من واشنطن في حال بقي دعم واشنطن قليل أو دون مستوى طموحات تركيا كيف ستتصرف برأيك تركيا في هذا الأمر أولا برأيي أن تركيا تريد الدعم العسكري الأمريكي لأنه مهم لكن واشنطن بعد خمسة أشهر تقريبا على انطلاق عملية درع الفراد لم تقدم هذه الخدمة وتلتحق إلى جانب القوات التركية والمعارضة السورية جيش السوري الحر في هذه المواجهات الآن السؤال برأيي الأساسي هو أن واشنطن لماذا تقدم على خطوة من هذا النوع هل هي خلال هذه الخطوة قادرة على ضرب هذا التنصيق الكبير الآن بين أنقرة وموسكو اليوم ما أقدمت عليه روسيا بالتنصيق مع التركي هذا التنصيق الجوي ضد داعش برأيي في غاية الأهمية وبعد أيام سيكون هناك الآستانة كما تعرف لذلك برأيي أنه لابد أن تتحرك بشكل سريع جدا ليس في الباب بأن الباب ساقط عسكريا كما تعرف أنت أيضا عجلا أم آجلا المشكلة ليست في الدخول إلى الباب والسيطرة على الباب المشكلة هي أن الأتراك لا يردون أن تكلفهم هذه المعركة مزيد من الخسائر لا للأتراك ولا للجيش السوري الحر أولا وتعرف أنت أيضا وذكرتم أنها معركات حرب شوارع بعد الآن فيها الكثير من المدنيين إذن هناك أكثر من سبب يدفع تركيا للتريث وللحذر في التعامل مع معركة الباب برأيه طيب بالإشارة للنقطة التي ذكرتها حول هذا التنصيق الروسي التركي عملية مشتركة جوية بين القوات الروسية والتركية حصلت اليوم في الباب وهذا تنسيق نادر ربما يكون الأول بين روسيا ودولة أطلسية في عملية مشتركة هنا في الباب هذه نقطة ونقطة أخرى وزارة الدفاع الروسية تشير إلى أنه تم إبلاغ دمشق بالموضوع ودمشق تتحدث عن عملية عسكرية برية لجيشها نحو الباب بل أنها قصفت الباب هل تجر موسكو بشكل لطيف أنقرة نحو التنسيق عسكري من خلالها مع دمشق لا أظن أنت أيضا تعرف أن شروط ومواقف أنقرة في التعامل مع النظام السوري واضحة لا أظن سيكون فيها تغيير لا الآن ولا حتى بعد الذهاب إلى الآستانة وما بعد الآستانة لأن دائما القيادة السياسية التركية تكرر شروطها ومطالبها وما عندها في التعامل مع الملف السوري لكن علينا أن نقبل أيضا أن روسيا من خلال التنسيق المباشر الآن مع تركيا تريد أن تلعب أوراق جديدة تلعب ربما ورقة النظام بشكل غير مباشر يعني دون أن يكون هناك تنسيق تركيا أو فتح الطريق أمام النظام ليقترب من الباب أو غيرها لكن موسكو ستحاول كل جهودها لفتح حوار سياسي وربما أمني أيضا في التعامل مع الملف السوري في المرحلة المقبلة بعد لقاء الآستانة من هنا لقاء الآستانة برأيه سيساعد موسكو وتركيا أيضا على قراءة المشهد ببعده الأمني والسياسي أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة دكتور سمير صالحة قبل ربما أيام قبل أسابيع وحتى أشهر أردغان طالما قال بأن الأكراد أم تركيا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخير بين الاثنين هل تتوقع الأنقرة من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلى على الحليف الكردي كيف يمكن استشراف هذه العلاقة في ذو هذا التدخل ونحن نعرف بأن منبج قريبة نعم فعلا علامة استفهام أساسية أخ يوسف يعني الإدارة الأمريكية الجديدة وجهت أكثر من رسالة إيجابية إلى أنقرة في الأيام الأخيرة فيها الكثير من الطمأنة وأظن أن واقعية براجماتية ترامب ستدفعه أيضا لدرس هذه المعادلة بشكل دقيق يعني عندما يقرر الخيار والتمييز وأن لا يقع في الخطأ الذي ارتكبته الإدارة أوباما حتى الآن وأدى إلى كل هذا الابتعاد التركي الأمريكي وكل هذا التقارب التركي الروسي لذلك أنا أرى النقطة أساسية الآن وهنا أجيب بشكل غير مباشر أولا على السؤال أن تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في الأستانة مهم جدا يعني لابد أن تكون واشطة موجودة هناك لأنها قد تناقش مسائل تفتح الطريق في التعامل مع هذه المسائل النقاط التي أنت تشير إليها وقد تساهل أيضا فتح حوار ربما ثنائي وثلاثي أوسع في التعامل مع الملف السوري العقدة الأساسية الآن في كل هذا النقاش دكتور سمير سؤال أخير باختصار لو سمحت يعني بالطبع سوريا ملف يجمع العمل الروسي والتركي هناك لكن ماذا عن علاقة تركيا بالنيتو ترامب وصف النيتو بأنه يعني منظمة أكل عليها الدهر وشرب ليست يعني حديثة لا داعي لها ربما وفي نفس الوقت نشهد أنه في يعني دولة في النيتو تنسق مع روسيا وروسيا تريد أن تذهب إلى إنجرليك تريد أن تبيع تركيا أيضا منظومة صواريخ هذا التقارب بين دولة أطلسية مع روسيا ما مستقبل تركيا في النيتو بعد ما يحدث في سوريا وهذا التقارب؟ طبعا يعني 100% أتفق معك في الإشارة إلى هذه النقطة هذا السؤال مهم لأنه كما تعرف أخ يوسف في الأيام الأخيرة كان هناك توتر تركي أمريكي جديد في موضوع قاعدة إنجرليك أولا وفي موضوع الحرب على داعش ورسائل رئيس الأركان التركي التي خلوصي عكار التي وجهها كما تتذكر من الرياض ومن بريكسل ثانيا وكانت في خلال 24 ساعة تقريبا إذن هذا يعني أنه واشطن عندما دخلت على الخط بهذا الشكل السريع في معركة الباب ربما قد تكون تلقت الرسائل التركية الحساسة والمهمة لذلك أنا أكرر وأقول لك أنه الآن في الساعات وفي الأيام المقبلة لا بد أن نذهب وراء نقاش تركي أمريكي جديد سيبدأ سنتابعه ونرصده على الأرض لأنه الآن واشطن عندها مشكلة أكبر مشكلة علاقاتها مع تركيا مشكلة علاقات أو التقارب التركي الروسي بأي اتجاه سيذهب وكيف سيتقدم على المستوى الاستراتيجي كيف ستتضرر من هذا التقارب شكرا جزيلا لضيفنا من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول دكتور سمير صالحة على المحك فعلا دارة ترامب متوقع منها أن تحاول إعادة إصلاح العلاقات مع تركيا في موضوع الحرب على داعش روسيا تستغل التوتر التركي الأمريكي إلى أقصى الحدود وبالتالي فعلا المشاركة كما قال الضيف في أستانة الأمريكية ستكون مهمة وهل سيبقى يبقي ترامب على دعمه للأكراد مقابل الميل إلى تركيا وأيضا روسيا هذا أمر أيضا مطروحة يوسف ومشاركة الأكراد في أستانة أيضا مطروحة في علامة سؤال